بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين مع درس جديد من الدروس البيانية الحديثية التي نتناول فيها موضوعا من الموضوعات الهامة وهو طرق العلماء في توجيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبدو معارضة للأصول والإجماعات القطعية ونعيش مع حديث من أحاديث صحيح البخاري الذي قال فيه رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن عامر ابن مالك بن عامر الأصبحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أخرجه أيضا الإمام مسلم وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأخرجه الإمام النساء والترمذي وغيرهم والحديث صحيح كما أقر بذلك الإمامان البخاري ومسلم وغيرهم من العلماء فهذا حديث مجمع على صحته في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا وعد أخلف هذا اللفظ هو الذي ورد عند الإمام البخاري وبوّب عليه باب علامات النفاق وأورده في كتاب الإيمان وأورده بعد أبواب بيّن فيها الأسباب التي تجعل الإيمان يزيد وهي الطاعات أنواع من الطاعات تزيد من الإيمان وكأنه رحمه الله أراد أن يقول كما أن الإيمان يزيد بالطاعات فإنه ينقص أيضا بالمعاصي وذكر هذا الحديث ليستدل به على أن هذا الإيمان إذا ارتكب صاحبه المعاصي وأمعن فيها احتصار له علامة فإنه ينقص إيمانه ثم ينقص ثم ينقص إلى أن يصل إلى درجة النفاق والعياذ بالله لكن لهذا الحديث روايات أخرى فمنها رواية الإمام مسلم رحمه الله التي قال فيها أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة أي من كانت فيه واحدة ففيه خصلة من النفاق احتيذرها وذكر هذه الثلاث ثم أضاف وإذا خاصم فاجارا وإذا خاصم فاجارا هذا الحديث لم يروى فقط عن أبي هريرة رضي الله عنه بل روية أيضا عن عبد الله بن مسعود وفي رواية عبد الله بن مسعود التي أخرجها الإمام النسائي في سننه فيه ثلاث من النفاق أي ثلاث خصلة من كانت فيه كان منافقا ثلاث من النفاق وذكر إذا حدث كذبا وإذا أت من خانا وإذا وعد أخلاثا قال ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه خصلة من النفاق احتى يضرها أو يتركها إذن عندنا مجموعة الروايات تدل على أربع خصال الخصلة الأولى أن الإنسان إذا كان في حديثه دائما يتحر الكذب والعياذ بالله يتحر الكذب أي يعجبه ويفرح عندما يخبر بالأشياء على غير حقيقتها إذا كانت فيه هذه الخصلة وهذه خصلة بدون شك من الكبائر كما هو معلوم ولا يدخل في الكذب كما قال الإمام مالك رحمه الله ما يحدث الإنسان في عيشه اليوم مما قد يستحضره أو ينساه فهذا ليس داخلا في هذا الأمر كما يقول الإمام مالك رحمه الله لأن هذا من عادة الناس لأن الإنسان لا يستذكر كل شيء مر به في يومه الخصلة الثانية عياذا بالله إذا أت من خان الإنسان الذي يؤتمن على شيء من مال أو يؤتمن على شيء من مهام كالمدرس في فصله والموظف في إدارته والمسؤول في ما يكلف به من الشؤون السياسية وغير ذلك هذه الأمانات إذا كلف الإنسان بهذه الأمانة يحرص أن يكون أمينا فيها فإن كان ديدانه وشيمته هو أن يخون بغش أو بإنكار أي إنسان أو داع عنده مال أو أو داع عنده شيء شيئا ثم جاء يطلب مسألته فأنكرها هذه خيانة إذا كان الإنسان يعتاد هذه القضية وهذا سلوكه أيضا مقصود والعياذ بالله في هذا الوعيد وفي هذا الشديد الخصوة الثالثة وإذا وعد أخلافا الإنسان في طبعه يعد قال العلماء إذا وعد عادة الوعد يكون في الخير والإعاد يكون في الشر ومنهم من قال لا الوعد يقال في الشر وفي الخير قالوا إذا وعد بشر وأخلافه فهذا محمدة وليس مذمع هذا ماشي مشكلة إذا هدد إنسانا أو قطع على نفسه أن يؤذي غيره ثم تراجع فهذا هو المطلوب هذا ليس داخلا هنا الذي يدخل هنا من يعيد بالخير ثم يخلف لأن الإنسان قد يعيد طمعا هناك من يعيد أشخاص طمعا فيما سيسدون إليه من المهام أو من الخدمة وهو إنما فعل هذا الوعد استدراج لهم من أجل أن يحققوا له غايته وغرضه ثم هو يخلف بعد ذلك بعدما يحصل على قال قال العلماء هذا الرجل وهذا النوع من الناس رجلا أو امرأة بالمناسبة هو الذي يقصد في هذا الحديث وفي رواية الإمام مسلم أربع من الخصال إذا كانت في الإنسان كان منافقا خالصا فيها وإذا خاصم فجرى الخصومة عادة تكون في المطالبة بالحقوق يقول هنا إذا كان الإنسان في مطالباته بالحقوق شديدا الفجور هو التمادي الفجور هو التجاوز والتمادي إذا كان من النوع الذي لا يقبل بالتراضي والتوافق وإنما يتجاوز الحد ويفجور ويتجاوز عياذا بالله إذا كان هذا ديدان وحتى يخشاه الناس في المعاملات فهذا هو المقصود عياذا بالله في هذا الخبر في بعض الروايات سبديلت بعض هذه المعاني بإذا عاهد إذا عاهد خلف والعهد مثل الوعد إلا أن بينهما فروقا يسيرة عندما يعاهد الإنسان غيره فيخليف عندما يعاهد على فعل الشيء و يتخلى على ذلك العهد ينقص هذا ليس الوعد تعاهدنا على أن نتراض في الجوار بأن يعني لا يعتدي أحدنا على أحد في بابه أو في ممره أو كذا ثم أنت بعد ذلك تخلف هذا العهد إذن هذه هي المعاني المقصودة العلماء وقفوا أمام هذا الحديث بعد مصح لديهم وأجمعوا على صحته وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل مبينا لما في كتابه وفي كتاب الله عز وجل نص خاص بالمنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل أو في الدرك الأسفل من النار قراءتان إذن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بمعنى أن النفاق هو الشر الكفري بعدما تعرفنا على المعاني التي اجتمل عليها هذا الحديث ننتقل إلى قضية أساس وهي التي عنونا بها الحلقة وهي كيف كان العلماء يوجهون الأحاديث الصحيحة عندما تعارض الأصول ولا يعملون بظاهرها فظاهر هذا الحديث أن الذي كانت فيه هذه الخصال فهو منافق والعياذ بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في الكتاب والكتاب قد حكم على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار إذن من كانت فيه هذا الخصال بناء على الآية فهو أشر الكفار وأقبح الكفري العلماء قالوا هذه الخصال صدر عن من يقر بالإيمان بقلبه وبلسانه وقال الإمام النواوي رحمه الله وأجمع العلماء على أن من اعتقد بقلبه وصدق بلسانه لا يحكم عليه بالكفر إذن عندنا هنا إجماع القطعي لأن حقيقة الإسلام هي هذه أن يصدق الإنسان بقلبه وبلسانه لما كان عندهم هذا الإجماع القطعي أصبحنا الآن أمام ظاهر هذا الحديث هلو يعمل به أو لا يعمل به العلماء منذ البداية فطنوا إلى أن ظاهر هذا الحديث لا يعمل به أبدا أي ليس من كذب وارتكب بقية الكبائر الكذب كبيرة والخيانة كبيرة والوعد الإخلاف في الوعود كبيرة فهذه كلها كبائر بدون شك والكبائر يعاقب عليها الله عز وجل هذا لا إشكال فيه لكن أن ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر هذه قضية خطيرة لأنه يترتب عليها أمور عظام كأنه كأن منها يعني أنه يمنع من التوارث وأنه على كل حد تطبق عليه أحكم الكفر العلماء منذ البداية انتبهوا إلى هذا الخطاب وطبقوا عليه لغة العرب وطبقوا عليه قواعد منها ما ذكرنا عن الإمام البخاري الذي أخرجه فأدرجه في الأمور التي تعتبر مما يضعف الإيمان أي أن الإنسان إذا كان يرتكب هذه الكبائر فإن إيمانه ينقص وإذا نقص الإيمان لم يعود لدى الإنسان ما يرضعه عن الحارة لأن زيادة الإيمان هي التي تحجزنا وتمنعنا أن نقع في المحرمات وهي طبعا التي الله عز وجل بها يحرم النار علينا ويدخلنا الجنة إذن البخاري رحمه الله منذ البداية فهم على أن هذه ليست مقصودة أي أن الإنسان يصير منافقا أي كافرا ليست كذلك وأدخلها فيما يضعف الإيمان فقط إلى أن يصل إلى والعذب الله إلى درجة خطيرة جدا نفس الأمر نفس الأمر درج عليه العلماء من أوائل شرح كتب صحيح البخاري الإمام الخطابي رحمه الله أعطى لهذا الحديث توجيها وقال بناء على الآية والإجماع فإن هذا النفاق هو نفاق عملي وليس نفاق عقدي لأن النفاق العقدي هو الذي يخرج الإنسان من الدين بينما النفاق العملي هو في الحقيقة أعمال تشبه أعمال المنافقين الخلص أي الكفار ولكن صاحبها لا يكون كافيرا بها وهذا توجيه اللطيف وأقره القاضي عياد رحمه الله وقال بأن هذا التوجيه هو الذي عليه أهل العلم أي أن هذا النفاق هو نفاق عملي وليس نفاق الكفري ومن هنا نبين على أن الأحاديث وإن صحت فإن التعامل معها ليس بالأمر الهيين بل لا بد أن نستحضر الأصول القطعية ونعرضها عليها ولا نحكم ببطلانها ما دام يمكن أن نوجهها وأن نعمل بها على وفق معين هذا هذا الوفق الذي نعمل عليه الآن هو أن نقول بأن هذه خصال النفاق ولكن النفاق العاملي وليس النفاق الاعتقادي لأن النفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر فهذا هو الذي يسمى منافقا خالصا والعياذ بالله أي يظهر الإيمان ولكن داخله الكفر والعياذ بالله إنكار الرسالة أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة وأضاف القاضي عياذ رحمه الله في هذا التوجيه أن هذا الحديث يحمل على أنه تحذير شديد للناس من هذه الكبائر الخطيرة لأنها بالفعل إذا تفشت في المجتمع وفي الناس نساء ورجالا فإنها تفسد العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية وتجعل المجتمع في اضطراب ويتخبط خط عشوى لأنه لا يبقى للوعود معناً ولا يبقى للأحاديث معناً ولا يبقى للأمانة معناً وإذا كان هذا الأمر فتلك هي المصيبة على أي مجتمع وعلى على أي إنسان الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح حديث الإمام المسلم أربع من كنا فيه كان منافقاً خالصاً قال استشكال العلماء هذا الحديث وقد جاء بعد القاضعية طبعاً قال ولا إشكال فيه لأن الأمر فيه إجماع وهو أنهم أجمعوا على أن المصدق بقلبه وبلسانه لا يحكموا عليه بكفر إذن هذا الإجماع القطعي أنهى القضية والإجماع هنا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ثم استدل بأمرين وهو أن في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفة الثاني كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان وهو ممن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمنافقي الأمة ويقول له أخبرني يا أخي هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد لا يمكن أبداً أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتقد في نفسه الكفر فإنما هو النفاق العملي وهذا من شدة حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني على أن يكون سلوكه وحاله كما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ومن التوجيهات لهذا الحديث لأن لا يعمل بظاهره لأن القصد عندنا هو ترك العمال بظاهره أنهم قالوا أن هذه الأشياء حتى وإن حملناها على ظاهرها فإنما هي في زمن النبوة أي وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لأن في تلك اللحظة بالفعل يمكن أن تكون تلك العلامات بالة على منافقين بأعيانهم ففي زمان النبوة يكون الحكم على هذا النوع بالنفاق الحقيقي المخرج من الملة لكن بعد زمان النبوة لا لأنه لم يعود من داعي لكي يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مختلف عما بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه التوجيهات هي في الحقيقة مقبولة من الناحية الشرعية ومقبولة من حيث الصناعة اللغوية لماذا؟ لأن كل توجيه لا تحتمله اللغة فهو مرضوض والمنافق يستعمل في اللغة على هذا النوع أي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن وهذا ما يظهر خلاف ما يبطن يصدقه على الصغير وعلى الكبير يصدقه على الأفعال العادية وعلى الأفعال الكبيرة والعياذ بالله كالإيمان إذن اللغة تحتمله وما دام تحتمله فإن العلماء قالوا هذا الحديث لا يعمل بظاهره وإنما هي هو تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من شين وقبح هذه الكبائر ومن خطورتها على المجتمعات وخطورتها على الأفراد وعلى الأسر ولذلك ننبه على أن الإنسان يجب أن يتحر الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فإذن هذا الحديث يتوافق مع هذا الحديث وبهذا نقول بأن هذا المعنى الظاهر أي النفاق ليس مقصودا به النفاق المخرج من الملة ولذلك من يوظف هذا الحديث من أجل الحكم على الناس بالكفر بناء على ما يصدر عليهم من مثل هذه الأفعال هو تحكم في دين الناس وفي عقائدهم يجب عليه أن يبتع ذا ويجب عليه أن يعمل على إرجاع الأمر إلى أهله وإلى المختصين فيه فإنهم أعلم بما يوجه به الخبر النبوي إذن هذا حديث صحيح لكن لم نعمل بظاهره وإنما وجهناه توجيها من أجل أن يقع العمل به على وجهه تتوافق معه الأصول القطعية وهو عدم الكفر عدم الحكم على الناس بالكفر ما دام مصدقين بقلوبهم ومعلنين بألسنتهم ننتقل الآن إلى حديث آخر هذا الحديث هو حديث ضعيف ولكن العمل على ظاهره هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وردان عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فما ساحا أعلى الخف وأسفله إذن هكذا أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده إذن هذا الحديث هو من رواية الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة والمغيرة هو صحابي جليل فالحديث بناء على هذا السند فهو سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواة الذين فيه ثقة الوليد بن مسلم ثقة وإن وصف بالتدليس وثور بن يزيد أيضا وكاتب المغيرة وردان ثم بعد ذلك المغيرة الصحابي الجليل ورجاء بن حيوة هو ثقة أيضا العلماء نظروا إلى هذا الحديث الذي أخرجه أيضا مع الإمام أحمد الإمام الترميذي في جامعه من نفس الطريق أي من طريق الوليد بن مسلم وأخرجه أيضا ابن ماجا رحمه الله من نفس الطريق وهو الذي سمى كاتب الليث بوردان وأخرجه الدار قطني أيضا والطبراني إذن هذا الحديث أخرجه جماعة من آئمة المحدثين المصنفين الإمام أحمد لما بالغ هذا الحديث طبعا وهو في مسنده سأل شيخه عنه وشيخه هو عبد الرحمن بن مهدي قال عندنا حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخوف وأسفاله فقال عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا به عبد الله ابن المبارك قال حدثنا ثور ابن يزيد قال ثور حدثت حدثت عن رجاء ابن حيوى عن وارضان كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخوف وأسفاله السند إذن هنا منقطع في مكانين المكان الأول هو أن ثور بن يزيد لم يقول عن رجاء ابن حيوى كما قال الوالد ابن المسلم بل قال حدثت وفي هذا معنى لانقطع لأنه كان عليه يقول حدثني فلان وبما أنه لم يقول حدثني فلان هذا معنى أنه أسقط من حدثه قال حدثت على لغة الغائب والتجهيل ثم ما قال كما قال الوالد بن مسلم عن كاتب المغيرة عن المغيرة بل قال فقط عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معنى هذا أنه أيضا أسقط المغيرة قال الإمام أحمد فأفسد الحديثة في موطنين قال فأدركت بأن الحديث بالفعل منقاطع لأن عبد الرحمن بن مهدي وما أدرك مع عبد الرحمن بن مهدي والولد بن مسلم فيه مشكلات ومعضلات فيه تدليس تسوية لا دعي لتفصيله هنا قال وذهبت إلى نعيم بن حمد وهو أحد شيخه فقلت له حديث الوليد رواه نعيم بن حمد عن ابن المبارك وذكره بهذا السند أي ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب الليث عن المغيرة قال أحمد رحمه الله فقلت لنعيم هذا ليس حديثك هذا حديث الوليد بن مسلم أما عبد الله بن المبارك لم يقل فيه المغيرة وقال حدثت بين ثور وكاتب ورجاء بن حيوة فقال لنعيم بن حمد أنا هذا حديثي ولكن إذا أرطنت تأكد فهذه أصولي قال الإمام إحمد فأخرج لي كتابه العتيق أي القديم الذي سامع فيه وبخطه العتيق القديم فجعلت أتصفح الكتاب بشعرف النقد كيف كان يوقع ليعلم من يسمع هذا الخبر ويسمع هذا الطريقة التي نناقش بها على أنهم لم يكن يسلمون كل حديث على عهيني بل كانت الدقة قال فنظرت في الكتاب فوجدت على أن المغيرة أدرج بين سطرين بميداد جديد فقلت لنعيم بن حمد هذا كتابك قد ظور هنا فأدرج المغيرة بن شعبة بميداد جديد قال إمام أحمد ومن فضائل نعيم بن حمد أنني حضرت مجالسه كان يحدث بكتابه ويقول اضربوا على هذا الحديث فإنه فاسد وهذا من نزهة المحدثين قال الترميدي رحمه الله بعدما عرفنا الآن بأن الحديث ضعيف ومنقطع قال الترميدي سألت عن هذا الحديث أبا زرعى ومحمد بن إسماعيل فقالوا لي الحديث ضعيف ومنقطع وقد عرفتم مكان لانقطع أي مرسل بين كاتب المغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس يوجد المغيرة بن شعبة ومنقطع أيضا بين ثور ابن يزيد ورجاء ابن حيوة قال ولكن هذا الحديث يقول بمضمونه يعني جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبدالله بن عمر ومنهم الزهري رحمه الله الذي نقال عنه الإمام مالك هذا الكلام فقال الإمام مالك سألت الزهري عن المسعى الخفين فقال أنتضع يدك اليمنى فوق ظهري الخف الذي هو التقشر من الجلد الجوارب الجلدية والجوارب تطلق على التوب ولكن القصود هنا الخف الجلدي يضع يده اليمنى على ظهري القدم واليد اليسرى على أسفل القدم ثم يمسح قال وهذا أحب ما سمعت هكذا قال في الموطع ومعنى هذه الكلمة عند الإمام مالك أنه سمع من يمسح على ظهري الخف وسمع المسح على أسفالي الخف وظهري الخف كلاهما ولكن ترجح لديه واستحسان هذه معنى العبارة واستحسان أن يمسح من أرد أن يمسح على الخفين أن يمسح باليد اليمنى على الظهري وباليد الأسرة على باطني الخف أي تحت القدم إذن لآن عرفنا بأن هذا الحادث ضعيف ولكن العمل على مضمونه من أين أتوا به أتوا بهذا العمل الإمام مالك رحمه الله يرويها عن عبد الله بن عمر وكذلك أيضا الإمام الشافعي يقول به ويرويها أيضا عن عبد الله بن عمر إذن فعندك صحابة عملوا بهذا المقتضاء ولا يمكن للصحابي أن يعمل بهذا المقتضاء إلا إذا كان عنده منه سبيل شرعي قال الإمام مالك ولا يجزئ إذا مسح على أسفل الخف دون الظاهر لكن إذا مسح على الظاهر فقط وكان في الوقت يعيد الصلاة وهذا معناه أن الإمام مالك رحمه الله يشدد في المسح على ظاهر الخف وأسفله بناء على ثبوت عن الصحابة الجليل وعن التابعين الذين نقلوا هذا الخبر إذن هذا حديث ضعيف والعمل على ظاهره بقي أن نختم بحديث موضوع هذا الحديث الموضوع يقول فيه من نقله عن علي رضي الله عنه إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تاعبا في طلب الحلال إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تاعبا في طلب الحلال معنى الحديث الموضوع هذا أي إن الله عز وجل يحب ويرضى عن عبد من عباده إذا عي وكل وجد حتى تعب في الكسب الحلال الكسب الحلال طبعا هو كل ما يكسب به الإنسان المال من أجل أن يقتاتا ويستثير به لا شك أن الكسب الحلال هو مطلب شرعي بل قال العلماء إن الكسب الحلال واجب وإن كان مستحبا في الأصلي لماذا قالوا واجب؟ قالوا واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل في أمن وراحة إلا إذا كان مستكفيا في قوتي وفي ملبسه وفي حاله إذن من هنا كان الوهجوب ولذلك نقول إن العمل واجب من هذه الناحية لأن الذي يتوقف على أن يعطيه الناس أي يتسول الناس ليس ممدوحا بل هو مذموم ولذلك نقل صاحب الغريب غريب الحديث ابن الأثير قال إن الرجل لا يرى يعجب كم ظهره فتسأله عن احترافه أي عن عمله فيقول بأنه بطال أي لا يعمل فيسقط في عينيك أي يذهب جماله وزينه لأنه حقيقة لإنسان أن يكون مسكفيا متعففا من كسب يده هذا ممدوح محبوب لكن هل نستدل عليه بالترغيب بهذا الخبر المكذوب لا قال العراق رحمه الله لما نظر في هذا الحديث هذا الحديث من طريق إسماعيل بن محمد هذا الرجل قال عنه الدرق قطني كان يضع الحديث كان يضع الحديث إذن الرجل كان يضع الحديث وبالتالي هذا الحديث عندما انفرض به حكمنا عليه بالوضع فإذن هذا حديث موضوع مكذوب لا يجوز أن نرغب الناس في العمل به بل ترغيب الناس في العمل من أحاديث الصحاح موجودة وكثيرة فكلما كان الإنسان عاملا حتى العقل يدفع إلى هذا الأمر بل كما قلت أصول الشرعي تدل على وجوب العمل والاحتراف والكسب الحلال طبعا والكسب الحلال أنواع متعددة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا العمل به وأن يجعلنا ممن يعرف حلاله وحرمه وممن يميز صحيحه من مكذوبه وأن يرزقنا الثواب والإخلاص والحمد لله رب العالمين